السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزمالك يفتح الباب لرحيل مصطفى محمد مجددا فتح مسؤول نادي الزمالك من جديد ما لف رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لقراط القدم بالنادي للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وكذا مصدر داخل النادي في تصريحات له أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشعر عماد عبد العزيز ولجنة القرى لا تمنع رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجي ولكنهم اشترطوا عرضا مميزا وكشف أشرف آسم المشرف العام على القرى بنادي الزمالك أن ما تردد عن موافقة الأبيض على رحيل اللعب إلى نادي جلد أسراي التركي كلام لا أساس له من الصحة وهدفه تشتيت تركيز اللعب وطلبت لجنة القرى اللعب بالتركيز الشديد مع الفريق الفترة الحالية وعدم تأثر بأي أمور أخرى قد تؤثر عليه